بعث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو هذا نصها سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حافظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة حصول جلالتكم حافظكم الله على جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والتي تأتي تقديرا لرؤية جلالتكم الثاقبة وشاهدا على عطائكم الكبير في تمكين المرأة والشباب على الصعيد الاقتصادي في مملكة البحرين والذي يحقق جهد جلالتكم الرامية لمواصلة التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي وإذ نعرب لجلالتكم عن فخرنا واعتزازنا بهذه الجائزة الأممية والتي تسجل اعتراف تاريخي دولي بما التحقق من قفزات نوعية في عهد جلالتكم الزاهر على صعيد تمكين المرأة والشباب البحريني وذلك من خلال مشروع جلالتكم الإصلاحي والذي يعكس رؤاكم وتوجيهاتكم الحكيمة في تكوين منظومة اقتصادية وطنية تدعم ريادة الأعمال وتمنح المرأة البحرينية والشباب الفرصة ليكونوا جزءا رئيسيا في هذا الجانب بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية لتشكيل قوة اقتصادية ترتقي بالاقتصاد الوطني إلى أعلى درجات النجاح دعينا المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والتقدم تحت راية جلالتكم السديدة أيدكم الله معربين عن بالغ سعادتنا لجلالتكم بمنحكم هذه الجائزة الأممية التاريخية التي تدعم الجهود والخطوات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمجتمعنا البحريني الواحد والله نسأل أن يحفظ جلالتكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ابنكم المخلص خالد بن حمد بن عيسى الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى